قال وزير الخارجية المصري سامح شكرين سلوضات بلاده لم تتلقى حتى الآن التصريحات اللازمة من الأمم المتحدة ووكلة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروا اتبع لها لإدخال المساعدة إلى غزة وأكد شكرين معبر رفح مفتوح رسميا على الجانب المصري طوال الوقت إلا أن المشكلة هي تعرض للقصف الجوي ما يجعل الطرق في غزة بحالة لا تمكنها من استقبال المركبات العابرة وفي وقت سابق كشفت منظمة الصحة العالمية أن طائرة تحمل أمدادات طبية تابعة لها وتشتد الحاجة إليها لسكان غزة هبطت في مصر